فما رباعي ذهبي كان في التلفزة التونسية نجيب الخطاب حاتم بن عمارة هيلة الركبي ولطفي البحري وينهم او السؤال وينهم الكلهم كانت شوف مسيرتهم الكلهم تعرضوا لهذه الاقافات هل عندك عبيد كمان هذو ميشيل درويكير عمره يظهلي في ثمانين سنة ولا سواء على خامس سبعين سنة ورجل الى حد اليوم هو يخدم بل نستفيده منه يكون لنا في اجيل او يقطر يا سيدي ما نحبش يكون هكلمة يكون لا يقطر نستفيده منه هذو من الكل تعرضوا الى مشاكل وخرجوا انا خاصر هيلة الركبي في المشهد السامعي البصري خاصر لطفي البحري نخسره لطفي البحري مدرسة في الاعداد ومدرسة في الا من سنة تقريبا بالضبط سنة تقريبا كنت معايا هيلة الركبي الاعلاميين وجولها تحية كبيرة برشا عبرت قتلك يا اخي ما عادش وعليش وصلوها لهذا لا بور كواية هذي 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 رك في بلادك في اذاعتك في تلفزتك انا قراتني ربيتني ولتوا وتبقى الاذاعة الوطنية فوق راسي يمكن قبل والله كبدا كينها بنتي ولا كينها امي الاذاعة والتلفزة ونعطي معلومة اخرى اندخلت التلفزة قبل انا بديت في التلفزة هي معلمة شهرية قدرها لا يعني شهرية اكثر واحد كنت معلمة شهرية قدرها انا بديت في تلفزة قدرها انا ترسمت ان 2009 وخرجت في في الفين وثينة وعشرين جويدي الفين وثينة وعشرين جي ديميسيوني جي ديميسيوني راو صعيبة العملية برش راولي نعرفوا على مش الكواليس انا لنقب اللي موجودة في الاذاء انا عرفها تحكيدي طوي انا عرف تربيت غادي عايشت غادي بيت غادي صارت غادي حياتي كانت غادي في وسط بير وخلطت انتي هدي وشوفتني وين نعيش التلفزة الوطنية من غير من غير الرباعي هدايا اللي اللي ثلاثة منهم موجودين اليوم مش خسارة خسارة للمشهد خسارة لأولادنا الصغار انا أولاد يعملوا كيف في وسط التلفزة شنوني شنوني صار لهم صارت لهم قطيعة مع الروبير انا كنت محظوظ يا هادي راني وقت لدخلت نلقى قدامي صالح جغام ونجيب الخطاب الله يرحمهم بشير رجب اسمية كبيرة تعلمت من عندهم انا الفترة الذهبية في حياتي اللي وقتي خدمت سبت بسبت مع نجيب الخطاب عرفت شو معناها الاعداد عرفت شو معناها الانيماسيون عرفت شو معناها الخدمة ويقال انه في الكواليس يعد حاتم بن عمارة لذرب نجيب الخطاب وعد حاتم بن عمارة لذرب نجيب الخطاب سيبافرا للتاريخي نقولك شنو لي صار بالضبط نحاو نجيب الخطاب للتاريخ هذه وعمري ما حكيته نجيب الخطاب وقع اخذ القرار مش في شارع الحرية سيدي من ناحية نجيب وكانه يلوجه شكونه السيدة اللي بش نجيبوه يعوض نهار السبت في الليل نجيب الخطاب انا ما كنتش في تونس كنت في جربة كاملت السيزون كنت نعمل حسنة وينفريتي في البحر اول واحد البس شورت ومريول ويعوم ودع شنوها وهدت بالقتل وبيقصان سقايا ودنيا تكون مانش نرجع لهذا حكاية موش نحكي بش نولي بطل لا لا خدمت على روحي وما هم انتنيش رو لا حكاية وسيستيار رفير نعود بها يعايتوا لي من جربة يقولوا لي تغسل شعرك في كلوتيل تشايحوا لهنة كيف تخلت قلت عملت كيرثة وش نتوقف مرة اخرى يا ربي كان السيزون وكملتها شفهمها حسينه وسميت بسم الله كيف داخلهم يروف مدير عام نحبه برشة ونحترمه برشة ونخاف منه برشة الوحيد يمكن اللي خفت منه الخوف هداك كيف تخلت منقاه يلحك ويبتسم وقعده ده شما يا رب قال لي سبتمبر قال لي راهو فان سبتمبر ديبي اوكتوبر تبدأ السبت في الليل شنوا يا هدي الرعب اللي جيني راهو قاسة من بالله الكلام لا لقيته اللي انا نخدم في الكلام قال لي اخو سقيا ترعش انا بش نعمل نهار سبت في الليل وعاتيني شهر وانا بش نعود نجيب الخطار استيحالة شد صحيح قال لي ما يهمنيش ما يهمنيش مش تبدأ انا انا بش مش نبدأ كون سبت ما عنديش اكيب ما عنديش وما النجمش نعوض نجيب الخطاب ولا يوعوض لا شو ولا يوعب بقاش تعوض ما يهمنيش يا سيدي في شهر مزمان رماوني في سيرونتان وعملت في الحصاص اللولى وموجودة زادة كورثة حكيت معنا نجيب الخطاب ولا عليه ليه ما حكيتش انا مرضت ضربت جمعة مزمان في الدار اقسم بالله كما يقول لكم يا يحايا مزلت بابا الله يرحمه يزولي يزولي في المورال برا سمي بسم الله واختي مرضت مريف نعوض نجيب الخطاب في طنبك وراه ووقت كيف نقول لك نهار السبت في الليل اشتر الشعب التوسي ولو كان اكثر قدم تلبسه ويتمتع بما يقدمه نجيب الخطاب وتجيب اينا عاشية انضحاها في البيك في البيك دو سيكسي متع نجيب الخطاب توقف وجايب انجون ما يخدمش ستايله داك انا اذا كانت تعديت هادي لاني خدمت في الفضاء الخارجي مشيت على البحر صهراء من ديارنا الصحراء ادراه ما هو مشيت اللي خدمت في الشارع اي اي او دور خدمت اقربت من المستمعين والمشاهدين يمكن هذك عليش تعديت في بقينا عاشية انو وضحاها بشتدخلوا الستوديو ويعملك فريتي ما هوش حاضر لكن كيف خدمت مع نجيب عملت راو سيزون هذيك كملت كانت منافسة لا لا عاد مو سيزون نجيب في الفريق وخلاوه في الفريق اي اما رجعت من بعد جمعة بجمعة عليش رجعت ما نجحدش العملية انا هذي ما نجحتش فيها في السيزون الولانية بوردي لفريتيزم كتقولها ستيون كتسروف سمحني اخويل عزيز والتاريخ موجود والناس موجودة وتعرف اللي انا ما نجحتش فيها شجاع انك اللي متعترف بفشل قدام نجيب فشلت في تعويض نجيب الخطاب انا فشلت ونجحت فيما بعد وقت اللي حطولي نجيب الخطاب سبت بسبت الفضل الربي والنجيب الخطاب الله يرحمه ينعمه فما تصريح نلتوا نعود انا الاولاني بعد عائلته اللي ترزيت في نجيب الخطاب لانو كانت وقتها في البروغرسيون تعلمت شو معناها صناعة الفريتيت تعلمت شو معناها ما عندك ش مادة ساعات نجيب نجيب يقول له مش عندك نجيب اللي رحمه نعم يجيب معدي قل لي فما شهيحات مرون 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 يبدع العصاب ويخدم مرون وخدمة جبارة من الستة متاع صباح ساعات يبات للاحداش النصف الليل الماضي ثاعة وين يزيد يخدم قل لي ما عندي شي انا بوسك نخدم معاها سبت بسبت داخليا ويسمحوني العباد وقتها تقول لي قال لي يا سبت هذين نجيب الخطاب ما هو شي يعمل حاجة طيارة نقعد قدام التلفزة نبدأ نستنى كيفيفشل راه انو قال لي اخر بشيفشل يدي يعمل لك حسة ملا شاي ما عنده شي بالمجد ما عنده شي ما فهمش ستار وما فهمش رودات يعمل لك حسة تدرس قراية تتعلمها نقعد حل فمي ونعاود نشوفها عشرة مرات كيلزم ونشوف شوني عمله وما عملش ونتعلم منه وتعلمت منه ما نشي سوزيم تيو ما قلتوش لكن تعلمت منه الصنعة تعلمت منه تعلمت منه كيفاش نغلف كيفاش المادة تكون عادية كيفاش نوصلها وذي كان خدمتي حاتم هل هو الافضل اليوم في الافضل الافضل الثاني شكون والله يأخذلي هذي هل هي اهلا الركبي هل هو حاتم من العمارة هل هو لا 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 فمي شندوزية ما مش قولك على حاجة فم تاجيرب نجحت وما خله هاش تكمل هاله ركبي تجربة من تاجيرب المهمة جدا مهمة معناها هالة تجربة ممتازة ما كملتش خسرناه تعرف اقتاش لنيماتوري ولا يعطي بشي يعطي بالصنعة نجيب الخطاب اقتاش ولا يعطينا ولا لاستار مش في تونس رأو في العالم العربي قد تسولوا يمنوا به عرب سنة والتويلة من اربعة سبعين تخل ولا من بداية السبعينات تخل لليذاء والتالبس في التسعينات نجيب دينا نجنيه وفي امارة متاعو احنا وقت يحضر لنيماتور هم مشي في بينهم رأو لنيماتور يحضر في نهار ولا في دقيقة تفهم ببعض لزنيماتور يبدأ متعدي في الشرع عايتولو يدخلوه يخدم وهذه كارثة صايرت لنا في المشهد يحضر بعد مدة طويلة يتيب على نار هاد او يحضر وقت اللي يحضر قلولو باقي هايزي